اهلا بكم شباب اولى سنة والجدعان فيديو جديد الدرس التالت وزي موعدتك الدرس الاول والتاني في السيرمو كيميستري هو الشغل كله اما الدرسين التانين هو كأنه تطبيق على اللي انت فهمت الدرس التالت بنتكلم عن الفيزيكال اتشينجز والهيت اللي بتطلع ننتجة الفيزيكال اه بروسس والدرس التاني الكيميكال طيب يلا مع بعض نبدأ على طول جي بيقول لي زا فولوينج سيرمو كيميكال اكوشن فيزيكال اتشينج اكسبت معادة ان اي سي ايل سولد اتحاول اي ايه بوست في سي ايل نيجاتيف ومكتوب ليكود اه اتفاك الاينات يبقى ده يعتبر ايه فيزيكال والمعلوماتك ده يعتبر ميلتينج عشان محدش يجي يقول لي طب ليه ما كتبش اكواس كان المفروض يبطيب اكواس لو هو عاوز يفهمني ان انا شغل فيزيكال ماشي طيب اللي بعديها ال ايه جي سي ايل اكواس اتحاولك ال ايه جي سي ايل سولد خد بالك من الحاجة الاكوشن دي ما تعتبرش فيزيكال لأول حاجة ان انت مثلا لو طيارت الماء او انا اعتبرها هيعمل سوري فيزيكال بس ما ينفعش بتاعتك تبقى ليه علشان لو انت طيارت الماء اللي كان دايب فيها ال ايه جي سي ال وتحول للسولد فده معنى ان ده اندو سيرميك فالدل تاعتش ما تبقاش نيجاتب طب اللي بعديها السولد بقت فيبر او ده اندو سيرميك فيزيكال طيب الفيبر بقت ده اكسو سيرميك فيزيكال يبقى الوحيدة اللي ما كانتش تنفع هي دي يعني لو اعتبرنا انها فيزيكال بس الفيزيكال هنا كان المفروض يبقى اندو مش اكسو اللي بعده يعني الوان مول دلتا ايتش بتاعت من عناية اي جي انو اسري اي جي انو اسري صولد 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 طبعا ما تبقى فيه اكوس في الاول ليه عشان هنا محطوط لكووتر يبقى ايه ما كنتش اكوس شغلين التلاتة دول معاك شغلين يا عام طيب الاي جي انو اسري يبقى دي بوزت عشان هنا مش مكتوبة صحة ماشي طيب ده قالك هيتوف السلوشن يبقى دلتا ايتش ما تبقاش ايف تبقى دلتا ايتش ايه سلوشن يبقى من الاخر الاجابة الصحة عندك هتكون دي ماشي رقم تلاتة طلع سنة جي قال لي رقم تلاتة what is the molar heat of solution of calcium in the water knowing that the changing here content produced from dissolving one point one جرام اف زيت سولت ايكوان نيجاتف زيرو بوينت ايت كيلو وشول ومديني الكالسيم والكلورين حاضر على كده معايا قال لي المولر هيت اف عاوز المولر هيت بتاع الكالسيم كلوراين knowing ان الهيت اللي بتطلع من one point one جرام بتسوي نيجاتف زيرو بوينت ايت ماشي يا عام ما تزقش بس خد بالك من حاجة انا دلوقتي عندي one point one مش جرام بتطلع عد ايه نيجاتف زيرو بوينت ايت طب هو عاوز المولر هيت يعني المولر هيت تطلع من one mole اللي هو الماس بتاعه اربعين زائد 35.5 في اتنين تطلع واحد وسبعين يعني من الاخر المقصات بتاعتي هنا هتبقى مية وواحد يبقى اقول كل one point one جرام بتطلع zero point eight يبقى المية وواحد هتطلع كم يبقى نكتب ادي one 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 time zero point eight divided one point one انا حسبت صح انا حسبت صح طلعت zero point seventy two اهي يبقى الاجابة هتطلع لك c وبالنيجاتف طبعا مش محتاجة رقم ثلاثة سوري رقم اربعة جاء لي what is the change in heat content from dissolving two point eight جرام of koh in water طيب if the molar heat of the solution is eighty fifty eight point five نيجاتف 58.5 المولر هيت يعني بتطلع من المول الواحد يعني اقول لي نفسي ادي تسعة وتلاتين زائد هليها بلون واضح مش ديه اللي بتطلع من المول الواحد من كي او اتش طيب الكي او اتش ادي تسعة وتلاتين زائد ستاشر زائد واحد دول ادي كده اربعين اربعين ففتي سيكس بتطلع قدي ايه قال لك بتطلع نيجاتف فايف ايت بوينت فايف طب عاوز اللي هتطلع من two point eight ما قصات يا عام مهام كام 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 two point eight two point eight time negative five eight point five divided fifty six تطلع negative two point nine two five يبقى الاجابة هتطلع ايه ماشي رقم خمس what is the molar heat of the solution of lithium bromide حاض ومتدي المولار ماس بتاعه knowing that ان كل seventeen point three six eight بتطلع in amount of water to form one liter of solution the heat rises اه لا اصبر بقى اصبر دهنا الاول مسألة بقى فيها فكرة هو قال لي knowing that on dissolving الرقم ده in amount of water to form one liter of solution the heat rises بتو point three حاضر يبقى انا الاول احسب الكيو والكيو هتساوي الماس بتاع المية او السلوشن اللي هو الف جرام time four point eight اتش ديرايز يبقى two point three عسل عسل يا عام هات الكيو يالا الكيو ادي الف في four point eighteen في two point three تطلع nine six one four ماشي طب دي طلعت دي او قالا دي هيت ابزوربد باي ايه تاني باي ووتر بس ريليز دي من اين من الليسيوم يبقى لو عاوز الدلتا ايتش فالدلتا ايتش الوقت هتبقى بالنيجاتف عشان الرياكشن بتاع الليسيوم ده لما نازل الليسيوم برمايت في المية عامل اكسوسيرميك يبقى من الاخر اقول لنفسي كل 17.368 بتطلع نيجاتف ناين سيكس وان فور طب انا بقى عاوز اعرف المولر هيت اللي هتطلع من المول واحد يبقى اول يبقى الاتي سيكس بوينت ايتي فور تطلع كام مقصات يبقى الرقم ده تاين بالنيجاتف طبعا ايت سيكس بوينت ايت فور ديفايدد سيفنتين بوينت سري سيكس ايت طلعت بنيجاتف فور ايت زيرو سيفن زيرو طب هو حطتها بتكيلو جول يبقى حطها هنا كده اسمه يبقى النيجاتف فور تي ايت بوينت زيرو سيكس وين ايت جرام اف امونيوم نيتريت رقم ستة ادد تو الكافي كاب كالوري ميتر كونتينين مية خمسة عشرين جرام من المياه حوز تنبريتشور ووز كده زا تنبريتشور اوف زا سيلوشن دروبت لكازا سو زا سيفيك هيت اوف زا سيلوشن يز كازا حاضر تاني خد بالك بقى من حاجة المسألة دي اكسر واحدة ضدقة ليه عشان قالك انا جبت تمانية جرام حطهم على مية مية خمسة وعشرين جرام الووتر تنبريتشور اهوز تنبريتشور كانت توينتي فور باقت باقتين 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 تمام الاسبيسيفيك هيت بتاعت السيلوشن فور بوينت تو جول بير جرام ديجري سليزيس بتاعت المياه فور بوينت ائتين تمام لكن ايه اللي جرى هنا هنا قلت ده معناها ايه ده معناها من الاخر ان حضرتك الكيوب بتاعتك هتساوي الماس اللي هو مية خمسة وعشرين زائد التمانية تطلع مية تلاتة وتلاتين فيه الاسبيسيفيك هيت فور بوينت تو في الالالالجور في التنبريتشور كانت باربعو عشرين يبقى وبقت باقتين يبقا باقتين desse كام مينس مينس كام؟ مينس 24.2 حلو قوي يلا بقى نحطه مع الكالكليتور ادي 13 time 4.2 time 18.2 مينس 24.2 تطلع الاجابة negative 3 3 5 1.6 طب هو عاوز ايه؟ عاوز المولارهيد بتعسلوش تاني يبقى انا اقول لنفسي ان 8 جرام من الامونيوم نايتريت بطلع negative 3 3 5 1.6 ده بتاع الامونيوم ايه؟ نايتريت ال 8 جرام ماشي طيب الامونيوم نايتريت ايه؟ رمزه؟ N H4 N O 3 يعني دي 14 زائد 4 زائد 14 زائد 3 في كام؟ 16 16 يلا نحسب الرقم ده ادي 14 واربعة ادي كده 28 28 28 24 32 زائد 3 6 في 16 تلعب 80 يبقى اقول لي نفسي كل تمانية المفهول بتطلع كده بالتمانين تطلع كام؟ مقصات المقصات ده في دعلة ده هتطلع لك بنيجاتيب سري سري فايف وان سيكس ده جول برمول طب لو عاوزة كيلو جول برمول يبقى البوينت هتجي لك هنا يبقى الاجابة ايه؟ يارب بكون فاهمتها المسألة دي اضكي مسألة فيهم طيب رقم سبعة رقم سبعة بيقول لي ديزولفينج ماجنيزيوم كلورايد إن ووتر ديزولف ماجنيزيوم كلورايد إن ووتر الدلتا اتش تفورم ساتيوريتد سلوشن ريبريزنتد باي الإكوشن اللي قدامي دي ماشي يا عم ما هي المقصة من المقصة من المقصة من ماجنيزيوم كلورايد والمولرماز بتاعتهم تووبتين ساتيوريتد سلوشن حاضر هو من الآخر جايب لك الدلتا اتش نوت اللي هي بتاعت مين؟ المول الواحد عاوز بقى اللي هتطلع لو استخدمت تسعتاشر انت من الآخر تقول لي المفروض كل ناين تي فايف عشان ده المولرماز بتطلع نيجاتيب وان فايف فايف طب هو عاوز ايه بقى؟ عاوز طب اللي هتطلع من تسعتاشر مقصاتي عنه يعني هتضرب ايه دي نيجاتيب وان فايف فايف في تسعتاشر ديفايدد خمسة وتسعين تساوي نيجاتيب واحد وتلاتين هو عاوز بقى كيو تطلع بوستب عشان هو عاوز الكوانتتي الكيو ماشي يا عم مدي لك الجراف اللي قدامك او الدياجرام اللي قدامك مالو ادي اولا ده الرياكتنت حلو او ده الدلتا ايتش ايه؟ وان ودي الدلتا ايتش تو وندي لك دي كمان تعالى كده نقرأ قال لك اكسوسرميك اه اكسوسرميك طبعا علشان واحد دي هي دلتا ايتش وان زي دلتا ايتش تو اللي هي فك السوليد وفك السوليد ودي تعتبر دلتا ايتش سري وبقى اتنين دي تعتبر الدلتا ايتش بتاعة السلوشن كله يبقى واحد دلتا ايتش وان زي ما قلنا ودلتا ايتش تو طب واتنين دلتا ايتش بتاعت السلوشن شك دلتا ايتش تو ودلتا ايتش سري اكبر من دلتا اتش وان دلتا اتش تو ودلتا اتش سري اكبر اصغر من دلتا اتش وان ده معناها ايه? تعال لك ده مش انت دلوقت ده عندك دلتا اتش وان زائد دلتا اتش تو زائد دلتا اتش سري جاء لك الوان دي اكبر واحدة ودي اللي بتبقى بالنيجاتف يبقى الرياكشن ده اكيد هيكون بوستف فاليو علشان اللي بالنيجاتف عندك تعتبر صويرة فالرياكشن النت بتاعها يطلع بوستف ومدام تلع بوستف يبقى السلوشن ده اندوسيرميك مش محتاجة رقم عشرة جاء قال لي اذا تفكك الامونيوم نيتريت ان ووتر بتساوي مية وخمسين كيلو جول اتس هيدريشن انرجي اكوال مية وعشرين الهايدريشن اللي هي الدلتا اتش سري بمية وعشرين حلو ماشي وي السيبراشن اوف ووتر بمية انهي تشويس ريبريزنت الطيب والفاليو بتاعت الدلتا اتش الفك بتاع الامونيوم نيتريت سولت بمية وخمسين ادي دلتا اتش وان زائد دلتا اتش تو زائد دلتا اتش ايه سري فك الملح مية وخمسين طيب السيبراشن بتاع الووتر بمية الهايدريشن اللي هي بالنيجاتف مية وعشرين يبقى دول متين وخمسين هنا دي مع دي طلعت ودي دي ودي هيتبقى لي نيجاتف عشرين نيجاتف عشرين يبقى مية بحسب صح متين وخمسين متين وخمسين تطلع مية وثلاثين ماشي يبقى طلعت مية وثلاثين وبالبوستيب يبقى رقم حداشر اف يو نو زا ستاندرد هيت اوف سلوشن اف الكالسيوم كولورايد ماشي مية وعشرين نيجاتف يبقى دلتا ايتش سري هي كبيرة الدلتا ايتش سري هي كبيرة يبقى بي رقم اتناشر ايتش سيل اتفكى ال ايتش بوست في سي ال لنيجاتف ماشي مادام نيجاتف يبقى دلتا ايتش سري هي كبيرة وده معنى ان الرياكشن ده اكسو يبقى اكسو واكسو والدلتا اتش سريها الكبيرة تبقى الاجابة دي ماشي رقم 13 13 جي قال لي if you know ان الديلتا اتش سلوشن بتسوي بوستف وان كيلو جول بر مول بوستف يبقى ده اندو اندو سرميك ري اكشن ومدام اندو يبقى دلتا اتش سري صغيرة اندو اندو دلتا اتش سغيرة تبقى سي 14 امونيوم كلورايد دي زولف ان ووتر على حسب الاكوش ان اتش فور سيل زا الديهيت يبقى ده اندو سرميك تمام ماشي احنا قلنا الرياكشن ده ايه اندو عشان حتى الهيت ما حتطلق هنا فلازم الايجابة اطلع لك كونتف يعني دلتا اتش وتو يبقى اكبر من دلتا اتش سري السباريشن والهايدرشن السباريشن اوف سولفنط والهايدرشن هاير زان هاير زان السباريشن اوف السوليوت موليكيول يعني مش عجباني يعني غير معبرة السباريشن بتاع السولفنط والهايدرشن لور لا بتاعت الموليكولوس السوليوت والسولفينت هاير زين الهايدرشن او دي كده تمام بي مش عجباني ليه عشان برضو اللي متلخبط ادي دلتا ايتش وان زائد دلتا ايتش ايه تو بلس دلتا ايتش سري اللي هي بتبع بالنيجيتب هو قالك ان السيبارشن بتاع السولفينت والهايدرشن اعلى يعني الاتنين دول قبار او خد بلك لو الاتنين دول قبار هو مش اي البقى هم اكبر من يعني من اعتبرهم لو قد بعض فهم الاتنين هيموتوا بعض ويبقى دلتا ايتش وان فهتطلع الاجابة ممكن بوستل او ممكن دي اللي تبقى اعلى فتطلع الاجابة يعني الجملة مش واضحة قوي مبهمة لكن لو جدت بص هنا مجموعة بتاع الدلتا ايتش وان اكبر من الدلتا ايتش سري اللي هي بالنيجيتب اه طبعا اكبر ماشي رقم خمسة خمستاشر لو جبت كونك سالفوريك اسد حطيته على المية المية درجة حرارت هتعلى يبقى كده معناها ان كونك سالفوريك اسد عمل اكسوسير ميكري اكشن يبقى كده معناها ان الدلتا ايتش سري اللي هي لها ايدريشن هتبقى كبيرة طيب تعالى كده نقر السم اف سيبرايشن السوليوتو السولفين كبير لا السم اف سيبرايشن اف السوليوتو السولفين اوه من الهايدريشن خلصت رقم ستاشر اذا كنت تعرف ان تكون ايودا ايودا بالمنظر ده بصيب ماشي خد بالك بيقولك بصيب تعالى كده نقرأ استحالة تبقى صح جي قالك يعنى استحالة من غير من كم ما هو بيقولك بصيب تبقى اند ويش مش محتاجة نكمل قرية يعني رقم سبعتاشر مديلك الماجنيزيام في المية وديلك ماجنيزيام ايكواز هايدروجين او اتش تو او ماشي كزا ايكواشن اتش بتاعتهم بالبوستف بالبوستف يعني يبقى اندو ماشي تعالى كده نركز ام جي اتش تو او يديني ام جي بوست باكواز وايه ام جي جاي لا 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 خالص كوشا اصلا منظرها غلط كتابتها غلط فيش هيسمها ام جي ايون جاز هو اصلا ماجنيزيام ده ما بيبقاش جاز ده هو اصلا بيبقى حالة صولد الليكود ووتر بقت فيبر اي وانا معي رقم اتنين دي اساسي دي اندو سرمت كده صرف يبقى دي لقه ودي لقه واتنين واحد لقه تعالى كده نقرى اتنين واربعة السوديوم كلوريد تبقى السوديوم كلورين اه وده المسأل اللي ما حضط لك في الكتاب بتاع المدرس ان السوديوم كلوريد لما بينزل في المية ده بيعتبر يبقى الاجابة دي ماشي رقم تمنتاشر يقول لي ده كوشنز كتير قوي عام وانا بعمل فيكم كده ليه يالله من دي المنظر اللي قدامي وبيقول لي عاوز انت ايه هي زي اللي فوق اهي تلاتة كيلو جول برمول وات ارزة ارزة المنظر ده ماشي جاب الان ايه سي ال حطه في المية اتقلب ليه ان ايه سي ال بوستف ونجاتف ويكوس دي كده النت دي النت انا مش عاوز النت انا عاوز التحويلات الان ايه سي ال اه تبتدي تتقلب ان ايه بوستف جاز حلوة قوي دي تمام ان شاء الله ان لقلها اخت كده جميلة تهون علينا الغازات لما نزلت في المية اتقلبت لايكوس عسلية رقم اربعة حلوة يعني من الاخر اتنين واربعة طب تعالى تطمن اكتر انت عارف لو جمعت الاتنين دول على بعض تطلع لك الايجابة بتلات ده وش اتنين واربعة من غير ما تفكر تمام علشان بعد ما تقلبوا الجازز الجازز دابت في المية وتقلبت لايكوس ودي الجازز لكن ما تتلخبطش مع اللي فوق بتاعت الام جي بوستف هنا انا جبتها لك على طول ودي الفكة الاساسية لكن التانية دي جايبها لك من القلب يعني جايب لك دي كده كأنها معاك وغير كده وكده حتى لو كانت تقبل انها تنفع انت كان عندك اتنين اساسي معاك مع السوديوم كولورايد عشان السوديوم كولورايد دي محفوظة من المنهج اللي هيكت اجابتها رقم اربعة طيب رقم تسعتاشر جاء لي الاكوشن اللي قدامي كان تمانية وتسعين في المية سلفوريك أسد بقى تلاتين في المية سلفوريك أسد يبقى ده حط ميا كتير يبقى ده المياه خففها قوي او خفف المحلول قوي يعني عاوز حاجة يحط لك مياه كتير وكانت في الاول خد بالك هي لازم تبقى مية وتقلبت لمية أكتر يعني لازم تلاقي في الاول اكوش صلد لأ صلد لأ صلد لأ اكوش او عشان هي كانت أصلا فيها مية رقم واحد وعشرين الاكوشن اللي قدامك ماشي جاء لي ايه؟ انا عاوز انا عاوز وتشوف زا فولوينج الدلتا اتش بتاعت ماشي هو كان كده بي بوستيب سيكستي ناين وتحول لكده بقى نيجاتيب سيبنتي فور ماشي اعمل الاتنين دول بلاس بعد فدي هتطير معديه وده معناه اتش سيل زائد متين مية اتقلب للاتش سيل ايه؟ اكوش طبعا على فكرة العشرة دي هتتشيل من دي ودي تبقى مية وتسعين ده شغل عليه قوي يعني لو انت بتجمع التوقي كوشن على بعد وده حاجة اسمها يهسس له ناخده في اخر درس وكده طبعا الاجابة تطلع لك بنيجاتيب فايف في الانجازة هو يا معلم يعني حاجة على رأي قوي الدرس ده زي ما قلتلك واللي بعده برضه ان شاء الله نفس الحوار شد حلكم كده خلاص السر مو كيمسر بتودح يلا اشوفكم على خير مع فيديو اخراني للسر مو كيمسر سلام